مرحبا بكم بحلقة جديدة اليوم سنحكي بوضوح وبصراحة تامة عن انتهاء صلاحية الأدوية ورح نحكي بعض المعلومات الصادمة والمفاجآت بهذا الشهد فتابعونا للآخر كل المعلومات اللي رح نحكي عنها مدعومة ببحث علمي ومرجعي ومنطقي أيضا كثير من الناس بتظن أن المدة الحقيقية لانتهاء صلاحية الأدوية تنعكس من خلال تاريخ الصلاحية المكتوب على عبواتها وللأسف هذه المعلومات خاطئة أو خاطئة تمام المدة الحقيقية لانتهاء صلاحية الأدوية تتعلق بتباتيتها وشروط حفظها فإذا أنا فتحت عبوة الدواء ممكن بائلها 3 سنين لحتى تنتهي صلاحيتها واستخدمت هذه العبوة أكثر من مرة في اليوم أو بأيام متتالية يمكن أن تفقد مو يمكن أكيد رح تفقد صلاحيتها قبل انتهاء صلاحية المكتوب على العبوة بالمقابل إذا أنا هذه العبوة خليتها محكمة الإغلاق وبشروط حفظ جيدة يمكن أن أحتفظ فيها بنفس الفعالية والأمان حتى بعد سنوات طويلة من تاريخ الصلاحية المكتوب بيحكي كثير ناس ليش تاريخ صلاحية لكان موجود تاريخ صلاحية هو فقط تاريخ تقديري وليس حقيقي أو يعكس الواقع هو تاريخ تضعه الشركة لحتى تضمن خلال هاي الفترة أن الدواء يبقى بفعالية وبأمان تام خلال فترة 3 سنوات مثلا هاي المكتوبة لكن لا يعني ذلك بالضرورة أنه إذا أخذناه بعد هذا التاريخ أنه ما بيكون فعال وآمن فالمدل الحقيقي إذا ما حكينا بيكون علاقة بإثباتية ولا يوجد دليل أنه كل هذه الأدوية تنتهي بعد 3 سنوات 3 سنوات لا تعكس واقع تخرب الأدوية بشكل فعلي ضمن الشروط الطبيعية إنما هاي الثلاث سنوات أجريت بناء على تقديرات وغالبا ما بتكون تعكس الواقع فلما نحكي عن كابسولات أو أقراص تحتوي على أدوية بتكون بشكل باودر جاف تماما يمكن أن تحتفظ بفعاليتها وبأمانها التام حتى بعد سنتين وهذا اللي عم نحكي عن سنتين على الأقل من انتهاء تاريخ الصلاحية بينما الأدوية اللي تحتوي على الماء في تركيبة مثل الشرابات الكريمات وسائر المنتجات الحاوية على الماء في تركيبة تبقى سنة على الأقل بعد انتهاء